شهاب صيني اتعرض للتنمر على الطريق الدائري وحكيت لحضراتكم القصة وحضراتكم كمان شفتوا الفيديو بتاعه لما كان مركبوا حد من إحدى الشركات الخاصة وكانوا بيتنمروا به ونزل في الشارع وما كانش حد يعايز يركبه والسوائين هربت منه وتعامل الحقيقة مش يعني ما يخصناش يعني احنا كمصريين ما بنعملش الحاجات دي أبدا النهاردة مباحث القاهرة أبضت على السواء اللي تنمر بالشاب ونزله من العربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده كمان الأجهزة الأمنية بتواصل جهدها لضبط باقي المتهمين في واقعة التنمر ضمن اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقع كمان في لمسة إنسانية جميلة جدا حصلت من الشباب المصري من انبارعه لحد النهاردة لست بتحصل في ناس كتير قوي جدعان مصريين بنات وشباب قدموا وراحوا لشاب الصيني ضعفوا مكانه وقدموا له الورد في مقر الشركة اللي بيشتغل فيها واجهوا له التحية واعتذروا له عن اللي حصل من السواق المصري طبعا ده باسم كل المصريين زي ما قلت أول انبارع دي مش أخلاقنا كنت متأكدة جدا إنه حكومتنا وبلدنا مش يرضيها الوضع ده وهيتم اتخاذ إجراء وفعلا الحمد لله تم اتخاذ إجراء وزي ما قلت السواق ده بدل ما كان عمل اللي عمله ده كان من الأول لغى الرحلة بتاعته وما كانش خده عمل اللي عمله وبعدين نزله منظر ما كانش حلو الحمد لله إنه اتخذنا الإجراءات اللازمة والشباب دول بقى اللي بيمثرونا بجد هما دول اللي بيمثرو الشعب المصري إحنا عمرنا ما أهلنا حد عندنا عمرنا ما قللنا من قدر حد عندنا ولا تنمرنا بحد